الاجتماع الاول للجنة العراقية العسكرية التقنية ونظيرتها الاميركية تمخذ عن خطة عمل لتطبيق مخرجات الحوار الستراتيجي بين بغداد وواشنطن على ان تنجز الاليات خلال جلسة المحادثات المقبلة في شهر تموز او اب من العام الحالي الاجتماع الذي تم في بغداد جدد فيه الاميركيون تأكيد الاحترام لسيادة العراقية وان التحالف الدولي موجود في العراق بطلب من الحكومة العراقية لتقديم المشورة والدعم في محاربة عصابات داعش الارهابية وبالرغم من قرار البرلمان باخراج القوات الاجنبية من العراق الذي اتخذ من جانب بعض القواء بعد يومين من اغتيال الجنرال قاسم سليماني الا ان الحكومة العراقية واصلت التعامل مع قوات التحالف نظرا للحاجة اليها في تأمين الغطاء الجوي وينتشر في العراق نحو ثلاثة الاف جندي من قوات التحالف الدولي بينهم 2500 جندي اميركي لمحاربة تنظيم داعش الارهابي وتتعرض المواقع التي تشغلها القوات الاجنبية الى هجمات متكررة بالصواريخ وبالرغم من ان الحرب على داعش لم تحسمها سوى الضربات الجوية لقوات التحالف الدولي الا ان بعض الفصائل المدعومة من ايران تواصل الضغط بالهجمات المتكررة على المعسكرات التي تضم القوات الاميركية سيما بالطائرات المسيرة الامر الذي ازعج واشنطن ورفع وطيرة تحذيراتها ولان الاستراتيجيات الاميركية تكرس وجود جنودها على استمرار الحرب على بقية تنظيم داعش ومراقبة النشاطات الايرانية خاصة ما يتعلق بالممر البري بين ايران وساحل البحر الابيض المتوسط لذلك تواصل بعض الفصائل المسلحة هجماتها للحفاظ على النفوذ الايراني في المنطقة اشتركوا في القناة